بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الدرس الرابع في الوحدة الثانية وهو بعنوان إيجاد معكوس المصوفة باستخدام المحددات وطريقة كريمر لحل نظام خطي أهداف الدرس التعرف على مفهوم المصوفة المرافقة وكيفية إيجادها إيجاد معكوس المصوفة الغير شاذة Non-Singular Matrix باستخدام المصوفة المرافقة Adjoint Matrix وهو ما يطلق عليه طريقة المحددات لإيجاد معكوس المصوفة وأخيرا حل نظام خطي باستخدام طريقة كريمر في البداية نتعرف على معنى المصوفة المرافقة Adjoint Matrix فلو أن المصوفة A مصفوفة مربعة وكانت C هي مصوفة المعاملات المستخرجة من المصفوفة A فإن C Transpose أو مدور المصفوفة C مدور مصوفة المعاملات هو ما نطلق عليه Adjoint Matrix of A ورمزها الرياضي Adjoint Matrix of A وهي تساوي C Transpose والآن مع هذا التمرين العددي نتعرف فيه على كيفية إيجاد المصفوفة المرافقة للمصفوفة A والتي هي من أبعاد ثلاثة في ثلاثة في البداية نقوم بحساب مصفوفة المحيددات وهي كما درسنا من قبل يوجد لكل عنصر من عناصر المصفوفة A ما يطلق عليه محيدد وهو مصغر محدد كيف نأتي به بحذف الصف والعمود الموجود فيه هذا العنصر ثم نكتب العناصر المتبقية بنفس ترتيبها في المصفوفة الأصلية فالعنصر سالب 1 مثلا إذا أردنا أن نوجد المحيدد الخاص به حذفنا الصف الأول والعمود الأول تبقى لدينا سالب 2 1 0 سالب 2 وهذا هو المحيدد الخاص بالعنصر سالب 1 وبالمثل نقوم بإيجاد المحيددات لباقي العناصر كالآتي 0 1 1 سالب 2 0 سالب 2 1 0 3 2 0 سالب 2 سالب 1 2 1 سالب 2 سالب 1 3 1 0 3 2 سالب 2 1 سالب 1 2 0 1 وأخيرا سالب 1 3 0 سالب 2 ثم نقوم بحساب قيم هذه المحيددات الصغيرة فنستخرج قيمة مصفوفة المحيددات وهي كالآتي سالب 2 في سالب 2 4 ناقص 0 4 وبالمثل باقي العناصر هي سالب 1 2 سالب 6 0 سالب 3 7 سالب 1 2 الآن أحبتي حتى نقوم بحساب مصفوفة المعاملات كوفاكتور ماتريكس نعلم أنها هي نفس مصفوفة المحيددات ولكن نأخذ إشارة كل عنصر كما تعلمون موجب ناقص موجب سالب موجب ناقص موجب سالب موجب فكما ترون التسهيل لو نظرنا إلى هذه العناصر التي تكون ما يشبه المعين هي التي يتغير إشارتها أما باقي العناصر التي في الأركان وفي المنتصف لا تتغير إشارتها ففقط نغير إشارات هذه العناصر وباقي العناصر تبقى كما هي فالأركان تبقى كما هي وكذلك المنتصف ونغير باقي الإشارات 1, 6, 3, 1 الآن المصفوفة المرافقة للمصفوفة A هي C-Transpose أو مدور المصفوفة C مدور عناصر المصفوفة C فمدور الأعمدة لتصبح صفوف أو العكس فتكون المنصفة الجديدة هكذا 4, 1, 2, 6, 0, 3, 7, 1, 2 نام 7, 2, 3, 4, 2, 1 اشتركوا في القناة